هل الأسعار برضو تأثرت بالنسبة للسلطة السمكة على مستوى المرية أو بس برسعية؟ أقول لحضرتك حاجة دعما لهذه الحملة إحنا كجمعية مواطنون ضد الغلاء سارعنا بالالتقاء بجمعية منتج الدواجن لأنه إذا ارتفعت الأسعار في الدواجن واستمر ارتفاع أسعار الدواجن فإن معنا المقاطعة للأسماك أنها ستفشل فإحنا فاهمين دوت فلاجأنا على الفور العقد لقاءات سريعة مع اتحاد منتج الدواجن ونجحنا في أن نخفض معهم بالاتفاق مع اتحاد منتج الدواجن أسعار البيض وأسعار الفليه وأسعار الدواجن خلال على الأقل لمدة فترة المقاطعة للمدة شهر أن يبقى الأسعار سابتة وانخفضت إلى مستويات معحددة متفق عليها وأعلنت في الجرائط أن تم تخفيض الأسعار بالنسبة للدواجن وبالتالي حملة المقاطعة تنجح علشان يبقى زي ما أنا قلت أن عشان تنجح في حملة مقاطعة سلعة معينة لازم الناس تنتقل إلى بديل آخر مناسب لقدراتها الشرائية وهو اللحم البيضاء تمام أو للحم تخفيض أسعار السمك بقى على مستويات جمهورية أو بورسعيد بس؟ لا أسعار السمك طبعا هي حصل انخفاض الناس يمكن ما حستش بدرجة عالية في محافظات معينة لكن في المحافظات السحلية زي بورسعيد حصل انخفاض في القاهرة وصل لـ 50% لما حصل انخفاض في أسعار الأسماك في القاهرة وصل لـ 20% فبنتكلم في انخفاضات في أسعار الأسماك نتيجة حملة مقاطعة تمت في بورسعيد حصل انخفاض في أسعار الأسماك كتير من اللي تابعوا حملة المقاطعة في بورسعيد بقولها طب احنا ليه ما نعملش كده مع بعض السلع زي اللحمة والفراخ وبالتالي سعر اللحمة ينزل بعد الأرقام اللحمة يسمح الوقت فوق مستوى كل بناء آدم يعني هي شوف حضرتك هتنزل الأسعار ما فيش كلام طالما حصل هتنزل مرة اللي فاتل في رمضان 20 جنيه ما هي أنا هو اللي ما يعرفش اشتري اللحمة الـ 420 عرف اشتريها الـ 400 هي البداية بس البداية حكتين الحاجة الأولينية حاجة اسمها الاستقرار الاقتصادي نعم أن يحدث استقرار اقتصادي في سوق الصرف حصل الاستقرار في سوق الصرف مؤخرا وإحنا الحمد لله رب العالمين استطاعت الحكومة أن توحد سعر الصرف وأصبح سعر الصرف بالنسبة للدولار بعد ما كان الفرق بين السعر في السوق السوداء وبين السعر في البنك تقريبا الضعف نعم أو أكتر من الضعف هذا كلام انتهى فبالتالي بقى فيه مش عايزة أقول وفرة دولارية ولكن بقى فيه نوع من الاستقرار اه فيه استقرار فيه ناحية سعر الصرف نعم وبالتالي يصبح فيه إمكان المخطط أنه يستورد ويحسب استراده هيكلفه قد ايه نعم يقدر المنتج أنه يحسب تكلفة إنتاجه قد ايه بالنسبة لسعر البضائع اللي بينتجها ورغم من نوع من الاستقرار اللي موجود قام في سعر الصرف لان ما زال الأسعار غالية برضو ما هي زي ما احنا قلنا على بال لما تاخد وقت السوق برضو عامل زي نظرية الأوان المستطرقة انت حضرتك فوق ابتدت تدخ بعد فترة هتلاقيهم كلهم استاوا مع بعض نعم فهي نظرية الأوان المستطرقة مش في نفس اللحظة لكن بعد فترة قليلة بتبدأ أثار هذا الإصلاح أو أثار سعر الصرف وسبات سعر الصرف في سعبات أسعار السلع ثم بعد ذلك بدعوا إلى حملات لضبط الأسواق نفسها ضبط السوق هيؤدي إلى تحسين وتخفيض أسعار ضبط السوق من خلال الدولة؟ من خلال الدولة فيه أساليب متعددة قلنا البورصات السلعية أولها تانيها تطوير شبكة النقل نقل احنا من أول الخضروات مرورة كله شغال نقل بري النقل عبر السكة الحديد هيخفض النقل النهري هيخفض تكلفة النقل الاثنين دولار هيخفضوا لأنه بيه النسبة تتحجج مع تكلفة نقل المنتجات اللي هي الأكل والشرب اللي احنا بتشتريهم كلهم ارتفعوا نتيجة ارتفاع أسعار البنزين وارتفاع أسعار طيب يا فندم احنا لو طورنا بس شبكة نقل البضايع كان كنا زمان كل الريف بيشتغل بأطر البضاعة أطر البضاعة ده حاجة موجودة وقائمة أنا عارف أن فيه اهتمام دلوقتي بإعادة فكرة أطر البضاعة واللجوء إلى أطر البضاعة يبقى لازم فيه محطات تتعمل لتجميع البضايع أو تجميع المنتجات الزراعية لأطر البضاعة علشان توصل إلى محطات فرز ومحطات تخزين ويبدأ التوزيع منها بعد كانت تبقى العربيات بتنقل لفين بتنقل بقى المسافات القليلة لكن الصعيد كان زمان ما هو ميناء أثر النبي وميناء الشبرة الاتنين ميناء دول كانوا ميناء إيه ما هما كانوا الصعيد بيجي من هنا ووجه قبلي بيجي من هنا وجه قبلي بيجي على ميناء أثر النبي وجه بحري كان بيجي عند شبرة علشان خاطر نهر النيل ويبتدوا ينزلوا في الغلال في هذه المنطقة إذن فمن هنا ده عشان إيه كان كله نقل نهري النهاردة بقى كله بيستسهل وبيلجأ للنقل بالسيارات يبقى النقل مهم تقليل الفائد والتالف مهم إنشاء البورصات السلعية مهم الأسواق المركزية للسلع المختلفة مهم كل دي أمور تزبط بها السوق مدام أنت بتقول ما فيش تسعير جبرية ونشتغل بالعرض والطلب مدام نشتغلنا بالعرض والطلب لازم ننشئ هذه الأسواق الشافة تسعير جبرية